محافظة المدرية أن يقفروننا أي حلم تتكدس محاصيلهم الزراعية ومتجاتهم فيصابون بخسائر فادحة هذه حكاية مزارع محافظة لحي خلال هذه الفترة ويتصدر محصولي طمطم والبصل المشكلة التي لا تجد أسواق أو جهة ذات ثقة تعمل على تسويقها وبيعها لهم أو في أفضل الأحوال وجود مخازنة تعمل على حفظها من التلف 90% نسبة القودة المحصول إلا أن هناك صدم المزارع في التسويق مسألة التسويق حق المحصول السوء والله مقدس سوء سلل تمام بـ 500 ريال والشارع بـ 1000 ريال هذه معاناة حقيقية لكن ندوة في كلية ناصر العلم الزراعية حاولت ملامسة واقع هذه الشريحة المسية فقدم أكاديميين ومهتمين هذه المشاكل في ورشة علمية بعنوان واقع انتاج وتسويق محصولي الطماطم والبصر في السهل الساحل الجنوبي بالإضافة إلى تقديم المعالجات لخصت الندوة من منظور علمي أن التسويق هي المشكلة الرئيسي التي يعاني منها المزارع فبالرغم من كثافة الإنتاج وجودته وارتفاع تكاليف ومدة زراعته يواجه المزارعون صعوبة في تصريف وبيع هذا الإنتاج مما يجعلهم عرضة للتجارة التي يفرضون أسعارا على المزارعين لا تتنسب مع كلفة الإنتاج فتكبدهم الخسارة وسيتم رفع هذه المقترحات بالتوصيات التي صدرت عن الورشة إلى جميع القهات المعنية بالاهتمام بهذه المشكلة التي يعاني منها مزارع السهل الساحلي الجنوبي طلبت الندوة ذاتها الوصول إلى طرق تنظم عمليات هذا الإنتاج لمواجهة تدني مستوى أسعار الخضار لوضعها أمام السلطات المختصة لتحويلها إلى برامج لإيجاد حلول وفقا للإمكانات المتاحة مختار شعطل لقناة بلقيس محافظة لحج ترجمة نانسي قنقر